ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة الاسبوعي والذي ناقش العديد من الملفات خلال اجتماع اليوم نتعرف عليها من الزميل عوض الغنام مراسل اكسترا نيوز والذي يتواجد الآن في مقر مجلس الوزراء عوض أرحب بك معنا إذن في هذه الساعة بالتأكيد لديك تفاصيل كثيرة عن ما تم اليوم في هذا الاجتماع تفضل بالفعل ننسي انتهى الاجتماع الاسبوع لمجلس الوزراء منذ قليل بحضور عدد من الوزراء وكان هناك بيانا سياسيا وتوقيع اتفاقية واحدة ثم الموافقة او اصدار عدد من القرارات سنبدأ بالبيان السياسي الاهم الذي صدر اليوم في مجلس الوزراء وفيه عرج رئيس الوزراء في البداية على عدد من الملفات ربما الاهم في البداية هو التنويهة او الاشارة والاشادة بالقرار الاخير الذي منح بياه البرلمان العربي هذا الوسام وسام القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيدا بهذا القرار وهذا الوسام الذي يمنح فقط للرؤساء والملوك واكد بان هذا الوسام يأتي تقديرا لدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنطقة العربية وايضا في اطار الرؤية المصرية او النهضة التي تحدث على ارض الواقع في المجتمع وفيها الدولة المصرية حسب وصف البيان وجاء رئيس الوزراء ايضا في هذا البيان المهم للغاية على الزيارتين الزيارة الاولى له كانت في بداية هذا الاسبوع الى منطقة السويس في العين السخرة حاجز المنطقة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس وفيه تم وضع حجر الاساس لمشروع قومي عملاق خاص بمصنع بترو كيمويات سيكون هذا المصنع بتكلفة تقترب من السبع مليار او تزيد قليلا مليار دولار سيكون منصة لتصدير هذه المواد المهمة لكل افريقيا والمنطقة العربية وسيوفر هذا المشروع العملاق عشرات الالاف من الفرص للشباب المصري وايضا اتى على امر الزيارة المهمة للغاية التي قام بها منتصف هذا الاسبوع او في البداية لهذا الاسبوع بمعنى احرى بادق الى العاصمة الادارية وفيها تفقد عدد من المشروعات العملاقة هناك مثل البرج الايقوني والحضائق المركزية والحي السكني والحي الحكومي واكد البيان السياسي الصادر عن مجلس الوزراء اليوم بانه تمهيدا واستعدادا للافتتاح المرتقب للعاصمة الادارية سيتم فيها الربع الاخير من هذا العام نقل عدد كبير من العاملين في القطاع الحكومي بعد ان تم التدريبهم على افضل ما يكون الى العاصمة الادارية اما عن الاوضاع الاهم المهمة اليوم هو الاتيان على التطورات الخاصة بفيروس كورونا والمتابعة الحية لحظة بلحظة لكل قطاعات الدولة المصرية اكد رئيس الوزراء بعناه بشخصي يتابع ذلك الملف مع كل المسؤولين وكل الوزراء بشكل دائم وكان لوزيرة الصحة استعراضا مستفيدا في هذا الاجتماع حول التطورات بهذا الشأن واكدت بان هناك وان كانت عرض التقريرين لننسي التقرير الاول خاص بتطورات اوضاع كورونا في شأن المحلي وايضا تقرير خاص بالاوضاع العالمية في ضوء التقرير الصادر منذ قليل او منذ ايام من منظمة الصحة العالمية بان هناك تطور ايجابي بالنسبة لحالات كورونا على المستوى والصعيد العالمي بانخفاض ذلك عبر ستة اسابيع ماضية اذا ما عودنا للشأن المحلي هناك متابعة حية لحظة بلحظة سواء من المنصة الاكترونية التابعة لوزارة الصحة او الخط الساخن المنط به المتابعة مع المواطنين ما يستجد بالنسبة لأمر كورونا ومؤكدة بان هناك لقاح مصري سيتم تصنيعه خلال منتصف الاسبوع القادم هذا هو ربما الخبر الايجابي الاهم اليوم من بيان هذا الحكومة سيكون هناك لقاح مصريا سيسمح تصنيع مصري لهذا اللقاح بلا تقوم بتصديره المنطقة العربية والدول النامية وفي المقدمة المنطقة الافريقية والقارة الافريقية الاسبوع القادم سيأتي الى مصر ايضا مليون لقاح من الصين وبالتالي يصل العدد الاجمالي من اللقاحات التي وصلت لمصر تزيد عن الثلاثة مليون لقاح ما توفير كل الامكانيات اللازمة للمواطنين والمستشفيات والمتابعة اللحظية لتعامل مع مستجدات هذا الامر اما اخيرا القاص بالاتفاقية التي وقعت اليوم بحضور رئيس الوزراء فهي اتفاقية ما بين وزارة التنمية المحلية من جهة ووزارة الشباب من جهة اخرى والهدف منها هو دعم كل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وتأتي في إطار رؤية المصر الأعظم الأشمل الخاصة بروية 20-30 والهدف منها هو تمكين فرص الشباب وإدخال الاقتصاد الغير الرسمي في الاقتصاد الرسمي تعلمين بأن هناك نسبة كبيرة من المشروعات التي تعمل في هذا القطاع ما بين قسينة المسمى بالاقتصاد الغير الرسمي ولا يوجد ملاحظة ومتابعة حكومية فبالتالي وجود هذه الاتفاقية ستعطي قدرا من قانونية هذا الاقتصاد المهم لأنه لاعب مهم للغاية والهدف منها هو توفير فرص عمل للشباب في قطاعات متعددة على كل حال هناك عدد من الاجتماعات مذالت مستمرة حتى هذه اللحظة ونحن بانتظار ربما بعد قليل صدور أكثر من بيان في شؤون مختلفة ومتبينة عود لك زامراتي نانسي عود الغنم أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من تفاصيل مراسل إكسترا نيوز كنت معنا من مقر مجلس الوزراء شكرا جزيلا لك